تحذير هام بصوا يا جماعة بالطريقة دي بيتم سرقة الاكاونتات بتاعتنا مش اول مرة يجيلي ايميل بالشكل ده والحمد لله الحمد لله ان انا بركز في كل التفاصيل بدقة جدا وباخد بالي من كل حاجة بتبقى مكتوبة والمفروض ان انا جالي ايميل كده بالشكل ده من امازون ان هما بيقولوا لي ان هما هيقفلوا لي الاكاونت وعشان ان انا ارجعوا تاني لازم اعمل ريكوفري للايميل بسرعة جدا وإلا هيقفلوا لي الاكاونت بتاعي انا اصلا ما بشريش اي حاجة من امازون وطبعا لما تشوفي ايميل زي ده هتروحي تجري بسرعة وتروحي تدوسي على تحت كلمة ريكوفر يوراكاونت لما هتعملي ريكوفر للاكاونت بتاعك هيبتدي بقى يدخلك يقولك طب دخلي اليوزر نيم والباسورد بتاعك عشان نتأكد ان ده انتي فبتبتدي فعلا تقعي في الفخ ده وتعمليه كده طب انا تأكدت انين ان الايميل ده فيك وان ده مش من امازون بصي بقى اللعبة اللي بتتعامل منين بصوا شايفين الاكاونت اصلا اسمه ايه المفروض ان انتي لما هتجي تبصي على التايتل بتاع الايميل مكتوب كده account-alert-amazon.com وطبعا لما نلاقي التايتل زي ده اللي هو اخره خلاص يا جماعة هو amazon.com يعني هم اللي بعتينه فخلاص بننصق فيه ونبتدي نجاوب على الاسئلة او نمشي ورا الخطوات اللي هم حط نهالنا في الايميل لكن الايميل الاصلي زي ما انتوا شايفين في السحمة كده انا حطاه كده فوكس عشان تبقوا انتوا اخدين بالكم شايفين ده ايميل فيك اهو ريزا مش عارف ايه كده اه جيميل ده بقى الاكاونت الاصلي اللي هو بعته لكم لكن هم بيحطوا اسم الاكاونت في التايتل بتاع اليوزر نيم عشان انتي تبصي عليه تفتكري ان الايميل فعلا جاي لك من حاجة من الشركة نفسها فتبتدي بقى تقعي في المحذور وتبتدي بقى تدخل الداتا بتاعتك والبيانات بتاعتك يتسرق الجيميل بتاعك ومن خلال الوقت ممكن يتسرق كل الاكاونتات بتاعتك حتى كمان نوع الديفايس الموجود تحت ايفون انا اصلا ما عنديش ايفون طيب احنا بقى نعمل ايه في اللحظة دي هل بقى مدلة الايميل لا طبعا برضو ماينفعش لانه برضو ممكن يبعط لك ايميل تاني متاخديش بالك منه بطاية المختلف طب نعمل ايه هنروح في الثلاث شرط الموجودين او الثلاث نقاط الموجودين على الجنب دول وبعدين تدوسي عليهم هيتطلع لك الاختيارات دي دوسي ريبورت ازا سبام علشان ان هو يحطه لك في خانة السبام مايجلكيش تاني ابدا على الانبوكس بتاعك بس كده ولما تروحي برضو للسبام اعمليله بلوك لازم تعمليله بلوك علشان مايجلكيش اي ايميلات تانية منه باي تايتل وانت مش واخدة بالك تدوسي اوكي او تدوسي نيكست ويحنا يعني مش واخدين بالنا ونكمل نحط الداتا بتاعتنا بالغلط بس كده حبيتها فتكم والايميل ده مش اول مرة يجيلي والحمد لله ان انا اخدت بني منه وحبيت انه انتو كمان تاخدوا بالكم منه ورمضان كريم ولو حبيين فيديو ازاي دي تاني كده تحذيرية لان انا بلاقي من دي حاجات كتير جدا اقولوليك تحت كده في الكومنت وانا اقولكو على حاجات تانية كتير ان شاء الله